إلى الأزمة مع قطر الآن فقد أبدأ الشيخ عبدالله بن علي الثاني أسفه لقرار الدوحة عدم السماح بنقل الحجاج القطريين جوا إلى السعودية وأعرب الشيخ عبدالله في تغريدة له على تويتر عن أمله في تعاون قطر لتسهيل أداء شعائر الحج للقطريين يبدو أن قطر مصممة على عرقلة كل السبل أمام حجاجها لتأدية المناسك فبعد أن قررت السعودية فتح حدودها مع قطر للسماح للحجاج القطريين بدخول البلاد برا وأذن الملك سلمان للطائرات السعودية بنقل الحجاج جوا على نفقته رفضت الدوحة السماح بنقل الحجاج القطريين بالطائرات إلى السعودية وهو ما دفع الشيخ عبدالله الثاني وسيط قضية الحج للإعراب عن أسفه إزاء قرار قطر الثاني خاطب القطريين في تغريدة على موقع تويتر معربا عن أمله في تعاون قطر لتسهيل أداء شعائر الحج لمواطنيها الخطوط الجوية السعودية كانت قد أعلنت عدم تمكنها من تسيير طائرات لنقل حجاج القطريين من الدوحة رغم خطتها لإعادة جدولة رحلاتها الشركة عزت عجزها عن تنفيذ القرار السعودي إلى عدم منح السلطات القطرية التصريحة لطائراتها بالهبوط رغم مضي أيام عدة على تقديم الطلب قطر دعت قبل أيام ترحيبها بقرار السعودية بشأن الحجاج القطريين لكن حقيقة تصرفاتها على أرض الواقع تؤكد أنها ماضية في تسييس المسألة بهدف تحقيق أهداف سياسية فاجلت في تحقيقها من ببداية الأزمة بالتزامن مع ذلك يواصل الحجاج القطريين الانتقال إلى الأراضي السعودية عبر معبر سلوى الحدودي بين قطر والمملكة فيما تواصل حكومتهم محاولات إفشال الوساطة وحل الأزمة أو على الأقل تخفي في قيودها معنا الآن من جد الكاتب والباحث السياسي ماجد الكناني أستاذ ماجد مسأل خير مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار نتحدث عن هذه المسألة التي ما زالت تتفاعل مسألة منع الدوحة هبوط طائرات سعودية لنقل الحجاج القطريين من قطر إلى المملكة العربية السعودية ما الذي تريده الدوحة من وراء هذه الخطوة التي اعتبرت على النطاق واسع بأنها خطوة إنسانية خطوة تهدف إلى تسهيل عمليات الحج بالنسبة للحجاج القطريين لماذا برأيك تمنع الدوحة مواطنيها أو تصعب عليهم الذهاب لأداء هذا المنسب مساء الخير الحقيقة أن الحكومة القطرية منذ بداية القرار قلنا وقت إعلان هذه المكرمة والموقف الجميل من الشيخ عبد الله آل ثاني والاستجابة الأجمل من حكومة المملكة العربية السعودية ومن خادم الحرمين الشريفين قلنا وقتها أن هذه الضربة موجعة جدا للحكومة القطرية ولا يمكن أن تقوم بأي دور إيجابي أو تترك الأمور تسير بسلام أو بشكل سلس لحجاجها الحقيقة أن قوة الضربة ووجع هذا الموقف لا زال وسيستمر بالنسبة للحكومة القطرية لم نكن نتوقع أساسا أن تقوم الحكومة القطرية بأي موقف إيجابي لسبب بسيط جدا أنها منذ بداية أو من قبل الحج أغلقت أبواب تسجيل الحج للقطريين وحاولت استخدام هذا الملف بأكثر من طريقة وتشييسه وتصعيده وتدويله لكن كانت تقابل بالفشل في كل مرة المرة الأخيرة كانت صدمة كبيرة جدا لهم من الموقف الذي أعلنته السعودية باستقبالهم واستضافتهم والاستجابة لشفاعة الشيخ عبد الله آل ثاني طبعا الحقيقة أنه تلقت ضربتين في وقت واحد الأول هو الاستجابة لهذه الشفاعة وظهور شخصية قطرية وبروزها بهذا الشكل وتوسطها في قضية كبيرة ومهمة جدا بهذا الحجم نحن نعرف أن الحج شعيرة رئيسية ومهمة وكبيرة لدى كل المسلمين في كل الدول العالم ولا جدال على ذلك القطريين كانوا يعني يحاولون ويسعون وينادون بأن يسهل حجهم بأي طريقة من الطرق للأسف حكومتهم كانت في تلك الأثناء تحاول استخدام هذا الملف ولم يكن يعنيها ولم تكن تضع في أولوياتها أن يستطيع القطريين أداء الحج حاولت استخدام هذا الملف وعندما فشلت وعندما حدث ما حدث وأعلنت السعودية استجابتها لهذه الشفاعة كان موقفها حرجا جدا أنا لا أعتقد أصلا أن الحكومة القطرية الحالية سيكون لها أي دور إيجابي في تسهيل وصول الحجاج إلى السعودية كلنا نفرف ونرى حجم الحرج الذي وقعت فيها الآن قطر حكومة قطر الآن تحاول أن تخلق أي مشكلة لكن الميزة في هذا الملف أو في هذه القضية أن الشعب القطري استوعب القضية بالكامل أصبح واعيا لهذا الموقف تفهم وفهم أن السعودية لم تمنعهم عن الحج بل قدمت لهم كل التسهيلات من حيث فتح رغم المقاطعة التي تقيمها السعودية والتي تصر عليها والتي ستستمر ضد الحكومة القطرية وفي هذا الموقف يعني في موقف الحج أصبح هناك وضوح حتى في التعامل مع الأزمة أن المقاطعة موجهة للحكومة وليست للشعب فتحت المنافذ السعودية وفتح المنفذ بين القطر والسعودية لاستقبال الحجاج أعلنت السعودية عن تسيير رحلاتها على نفقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله واستقبال واستضافة أبناء قطر إخواننا وأحبائنا في السعودية وتقديم كل ما يمكن أن يسهل لهم حجهم أصبح واضحا جدا الموقف للشعب القطري وللعالم بأكمله أعتقد أنه رغم كل هذه المساعي القطرية والمحاولات الفاشلة إلا أنها لم تحقق أي نقطة أستاذ ماجد كما تعلم منذ بداية هذه الأزمة الدوحة تستخدم تعبير الحصار الذي تقول أن الرباع العربي فرضوا عليها وعلى الشعب القطري وأن هذا ألحق ضرر كبير بالشعب القطري اليوم الدوحة تفرض حصار على حجاجها القطريين وتمنعهم من الوصول إلى الأراضي المقدسة بالوسائل التي وفرتها المملكة العربية السعودية كيف تستوي هتان المسألتان أن تقول بأن شعب قطر محاصر ويعاني وفي الوقت نفسه تمنع الحجاج القطريين وتحاصرهم وتمنعهم من الذهاب إلى هنا طبعا شوف الحكومة القطرية كانت ولا زالت تدعي طوال السنوات الماضية للأسف الشديد أنها تحاول أولا خلق نوع من الفوضى حتى في الإدعاءات وسلكت كل الطرق لإثبات أن هذا حصار رغم أن كل عاقل وكل واعي وكل سياسي استوعب وفاهم أنها مقاطعة ومن حق هذه الدول أن تقاطع قطر عندما يتعلق الأمر بأمننا القومي من حقنا أن نقاطعك ليس من المعقول أن أستضيفك وأن أجتمع معك وأن أجلس معك وأن نعقد اجتماعات واتفاقيات وأفتح لك كل الأبواب وأنت تخطط للإرهاب في بلدي ولقتل رجالي في جنوب السعودية ولمحاولة اغتيال الملك عبد الله كل هذه الجرائم أعتقد أن تخرجنا عن دائرة المنطق في الحديث مع قطر لكن فيما يتعلق بالحصار قطر للأسف الشديد أو حكومة قطر محاصرة هذا وضعها الحقيقي ليست محاصرة بالدول الرباعية بل محاصرة بالأخوان محاصرة بالخلايا عزمي محاصرة بكل من حولها يعني كلنا نعرف أن القرار السيادي والقرار الآن لم يعد موجودا في يد الحكومة الموجودة أصبح خارج إطار سيطرتها هذا الموقف الذي يتخذ ضد أبناء قطر الشعب القطري في ملف الحج أعتقد أنه يفند كل المعلومات أنه ما تتخذه قطر من قرارات هو خارج حدود المنطق اليوم وأنا أقرأ تصريحات الوزارة الخارجية القطرية تتحدث عن أنه إذا كانت السعودية تريد أن تستقبل الحجاج يجب أن ترفع الحصار ولاحظ الحصار يا أخي هذا لا يعنيك الآن أنت تريد كنت تتحدث عن رفض الحجاج وتتهم السعودية بأنها منعت القطريين من الحج الآن أمامك الطرق مفتوحة لماذا تعرقلها؟ أعتقد أنه مهما حاولت قطر استخدام كلمة الحصار واستخدام أي جمل الإساءة للدول الرباعية الآن كل ذلك فشل ولم يعد مجديا كما تعلم جيدا أستاذ ماجد منذ بداية هذه الأزمة الآن نحن نقترب من شهرين ونصف أو ثلاثة ربما على هذه الأزمة شق أساسي من هذه الأزمة بالنسبة للدوحة من وجهة نظر الدوحة هو الشق المتعلق بالعلاقات العامة الصورة الإعلامية التي تظهر عن هذه الأزمة ولكن اللافت في هذه المسألة تحديدا إذا كانت قطر تريد أن تسجل نقاط في هذا المجال لماذا لم تسمح؟ ما الذي كانت ستخسره قطر لو سمحت لأبنائها الحجاج بالذهب على متن الطائرات السعودية إلى الأراضي المقدسة حتى من وجهة نظر يعني علاقات عامة وتسجيل نقاط في هذا المجال صحيح أولاً ظهور شخصية سياسية بحجم عبدالله آل ثاني وتوسطها في هذه القضية والاستجابة السعودية لهذا الموضوع والأهم هو تفاعل القطريين تفاعل الشارع القطري مع هذا الموقف النبيل من الشيخ عبدالله آل ثاني أعتقد أن أخرج الحكومة القطرية يعني في السابقية لا تتعامل بمنطق هذا الموقف زادها جنوناً الحكومة القطرية كانت تعتقد أن الأمور ستبقى على ما هي عليه وستظل ترتكب الحماقات دون أن يكون هناك مواقف دون أن يكون هناك أي تحرك من الداخل القطري أكثر من مرة يطرح أسئلة أنه هل سيكون هناك تصعيد من الدول الرباعية ضد قطر وكنا نقول أنه لا يحتاج إلى تصعيد لأن القطريين الأصيلين لن يقبلون في هذه المهزلة ولن يقبلون في هذه الفوضى ولن يقبلوا أن يستخدموا في هذه الأمور الحقيقة أن هذا الكلام ثبت أنه فعلاً وهذه هي شخصية خرجت من القطر بحجم عبدالله آل ثاني واستطاعت أن تقدم وجه مشرق لقطر واستطاعت أن تحقق صدى كبير جداً على المستوى الخليجي وعلى المستوى الدولي وقبل كل هذا وذاك على المستوى القطري الشعبي في قلوب شعب قطر الذين يدركون الآن بشكل كبير وواضح جداً من منعهم عن الحج ومن سعى إلى تمكينهم من الحج وتسهيل حجهم ووصولهم إلى السعودية وبرغم كل هذه العرقلة وكل هذه المحاولات السعودية وبالمفاهمة مع الشيخ عبدالله آل ثاني وكونت وشكلت غرفة عمليات وفتحت الحدود السعودية من الناحية القطرية لاستقبال كل الراغبين للحج وإدخالهم إلى الأراضي السعودية وبالتالي من هناك مغادرتهم إلى مكة مصحوبين بكل حفاوة من مطار الأحساو ومطار الملك فهد في الظهران أستاذ ماشداني أسألك في الوقت المتبقي عن شخصية الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني ما الذي يزعج الدوحة أو يقلقها أو يربكها من ظهور مثل هذه الشخصية ولعبها مثل هذا الدور في هذه المرحلة لا يخفى عليك أولا أن الحكومة القطرية استنفذت كل محاولاتها لكسب ليس فقط القطريين لكسب كل المجتمع الخليجي والعربي والدولي بذلت وقدمت كل الحيل وليست المواقف الإيجابية لكسب هذا المجتمع لكن للأسف الشديد أن كذبها أوصلها إلى نهاية المطاف وهي الخسارة الحقيقية لمصداقيتها أمام المجتمع الدولي والمجتمع الخليجي الذي يفترض أن حافظت عليه خروض شخصية سياسية من أسرة آل ثاني وبحجم عبدالله آل ثاني الذي كان والده وأسرته وأجداده يتولون سدة الحكم بش تأكيد أنه يشكل كارثة كبيرة جدا أمام الحكومة القطرية الموجودة خاصة في ظل الضعف الذي يعتري الحكومة الحالية والأمير الموجود وضعف القرار الذي يسيطر عليه في يده لا يمكن أن يقبل القطريين أن يديرهم مجموعة من القادمين من مجموعة الدول أصبح للأسف الشديد هناك من يدير القرار القطري سواء من إيران سواء من الأخوان من أكثر من بلد أعتقد أن القطريين لا يمكن أن يقبلوا باستمرار هذه الفوضى في المرحلة القادمة كل هذا تزامنا مع ظهور شخصية الأمير عبدالله الثاني أصبح يشكل كارثة بالنسبة للحكومة القطرية الحالية شكرا جزيلا لك الأستاذ ماجد الكناني الكاتب والباحث السياسي كان معنا من جدة